السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أيام كلف وزارة الشباب والرياضة أنه يتم تعديل جوائز ومكافآت الرياضيين في مصر وبناء عليه وزير الشباب والرياضة أعلن اليوم عن تفاصيل المكافآت الجيدة جداً لأبطالنا المصريين والأركام حلوة حلوة بص هم يستحقوا عشرات الملايين من الجنيهات والدولارات واليروهات وكل اللي انت عايزه بس الأركام لما تعدلت بقت حلوة بقت مرضية تعالوا ورديك يلا بينا أولاً على مستوى دورات الألعاب الأولمبية والبرالنبية في حالة الميداليا الزهبية اللي هياخد الميداليا الزهبية هياخد 2 مليون جنيه والميداليا الفضية هياخد مليون ونصف المليون جنيه برونزية مليون جنيه والمركز الرابع يعامل معاملة المركز الثالث في حالة احتساب ميداليا كلام جميل أعتقد كلام جميل الرياضين قوي بقوا في العابة أخرى وحجم التكلفة والمكافئات هم هيبوا عدرة بس أنا أتصور من الأرقام الأشافة دي دي أرقام كويسة بالمقارنة بأرقام كنا بنسمعها زمانية يعني كنا ننتقدها كسيراً يعني سالساً التكريم أو سانياً التكريم على مستوى بطرات العالم نهايات كأس العالم أسوياء وزو الهمم في حالة الميداليا الزابية 300 ألف جنيه حد أدنى والحد الأقصى 500 ألف جنيه والميداليا الفضية الحد الأدنى 200 ألف جنيه والأقصى 300 ألف جنيه والميداليا البرونزية الحد الأدنى 150 ألف جنيه والأقصى 200 ألف جنيه المركز الرابع يعامل معاملة المركز الثالث في حالة احتساب ميداليا ويحصل اللاعبون واللاعبات على فرق الحد الأدنى والتقصي في حالة تحقيق ميداليا في دورة الألعاب الأولمبية والبرالنبية حلو الكلام ثالثا التكريم على مستوى دورات الألعاب الأفريقية والبطولات الأفريقية المؤهلة أسوياء وزو الهمم في حالة الميداليا الزهبية الحد الأدنى 100 ألف جنيه والأقصى 200 ألف جنيه بالمناسبة كان 30 ألف جنيه قبل كده فأنت تتكلم فرق كبير جدا يعني تتكلم في زيادة أكتر من 200% رائعا والميداليا الفضاية 75 ألف جنيه والأقصى 150 ألف جنيه والميداليا البرونزية الحد الأدنى 50 ألف جنيه والأقصى 100 ألف جنيه وأحصل اللاعبون واللاعبات على فرق الحد الأدنى والأقصى في حالة تحقيق ميداليا ببطولة العالم حلو تفاهمين فرق الأرقام نحن كنا فين ودلوقتي وأنا بقرر حضرتك قرار وزارة الشباب ورياضة بزيادة المكافئات بينها فين التكريم على مستوى البطولات الأفريقية غير المؤهلة في حالة الفوز بميداليا زهبية الحد الأدنى 50 ألف جنيه والأقصى 100 ألف جنيه أما الفضية في الحد الأدنى 25 ألف جنيه والأقصى 50 ألف جنيه والبرونزية الحد الأدنى 10 ألف جنيه والأقصى 25 ألف جنيه اللاعبون واللعبات على فرق الحد الأدنى والأقصى في حالة تحقيق ميداليا في بطولة العالم حلو الكلام حلو الكلام كلام يفرح وكلام يسعد وكلام يخلينا إن شاء الله إن شاء الله لللي جاي نبقى متفقلين وتبقى الأمور بإذن الله بالنسبة لأبطالنا حلو إن انت يبقى عندك حافز معناوي إنك بتمثل بلدك وبتشرف بلدك وبترفع راس بلدك وترفع عالم بلدك حلو ده عظيم جدا ودايما ده بيبقى الأبلوية عند كثير إن لم يكن كل أبطالنا في كل الألعاب بس حلو برضو لما يبقى فيه تأدير مالي زي ما فيه تأدير معناوي وبيحصل يبقى فيه تأدير مالي كلنا بنحب كده كلنا آه طبعا أغلبيتنا يحب التأدير المعناوي يدا أولا وما فيش منع بقى التأدير المالي صح والله فأبطالنا يستحقوا يستحقوا الكثير حتى الأرقام دي وهي يعني فيها زيادة واضحة ومبهرة لا يستحقوا كثير 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 بس حلو ده عضو إمكانياتنا ودي مكافآت مرضية مرضية جدا في المستقبل إن شاء الله ياخدوا عنينا كمان ترجمة نانسي قنقر